البادية السورية بقعة للصراع من جديد بين الدول وكأن التاريخ يعيد نفسه فبينما تتجدد الغارات الأمريكية على مواقع الميليشيات الموالية لإيران بريف دير الزور وترد الأخيرة بقصف متقطع بالصواريخ يتضح من زاوية أخرى صراع أكثر أهمية من مجرد رد تلك الميليشيات على مقتل سليماني أو غيره من زعمائها الذين يقتلون بتلك الغارات النفط والغاز والفوسفات والطريق التجاري بين العراق وسوريا والأردن لا يزال يحفز كل من أمريكا وروسيا وإيران لتحافظ كل واحدة على موقعها الذي استحوذت عليه في تلك البقعة الجغرافية منذ بداية الثورة السورية على الجانب الأمريكي ورغم قرار إدارة بايدن بسحب قواتها من أفغانستان إلا أن لسوريا وضعا وخططا خاصة لديها ليس أولها قتال ما تبقى من عناصر داعش وليس أقل منها أهمية إضعاف الميليشيات الإيرانية التي تهدد قاعدة التنافأ القريبة من حقول النفط وليس آخرها إعاقة النفوذ الروسي هذا الذي يعي أن تمام السيطرة على البادية يعني السيطرة على غالبية المواقع الاستراتيجية في سوريا وبالفعل تستمر روسيا بمناوراتها وعملياتها العسكرية هناك إلا أن هذه العمليات لم تستطح حتى الآن الوصول إلى المرحلات التي تتطلع إليها موسكو حيث تحولت البادية السورية لمكان استنزاف لها ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان من الرابع والعشرين من آذار 2019 وحتى بداية العام الحالي مقتل ألف وستمائة وخمسة وعشرين عنصر من قوات النظام والميليشيات الإيرانية الموالية لها خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش وبالعودة إلى الاستراتيجية الأمريكية في سوريا يبدو أن سياسة إدعاف الخصوم على رأسهم الميليشيات الإيرانية ستبقى طاغية على خطتها هناك إلا أن هذه السياسة بحسب مراقبين لن تكون مجدية في المرحلة القادمة في ظل هيمنة أكبر لإيران وميليشياتها على العراق ما يعني خسارة مزدوجة ما لم تتحرك واشنطن لكبح جماح تلك الميليشيات بالفعل